موسيقى السلام عليكم التاسع بتوقيت القاهرة موجز الأخبار أهلا بكم وصل الرئيس عبدالفتاح السيسيا السنغال المحطة الأخيرة لجولته الخارجية التي بدأها الأحد الماضي وشملت كل من غينيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوديفوار حيث عقد جلسة مباحثات مع رئيس سنغالي ماكيسال وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسامرادي إن جولة الرئيس الخارجية لمنطقة غرب إفريقيا تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنصيق مع شقائها الأفارقة وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات أدى وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف اليمين رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي أمام رئيس القضاء السودانية كما أدى الفريق كمال عبد المعروف الماحي نائبا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي وكان الفريق أول عوض بن عوف قد أعلن عزل الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن وتعطيل الدستور وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد لمدة عامين وإعلان فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وأكد بن عوف التزام السودان بكل المعاهدات والموافق يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم لبحث التطورات في السودان بناء على طلب الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية أخرى وجاء الطلب بعد قيام الجيش السوداني بعزل الرئيس عمر البشير وإعلان تشكيل مجلس عسكري يدير شؤون البلاد لمدة عامين أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق بدء عملية عسكرية جديدة لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي صلاح الدين وكركوك ونينوى شمالي البلاد أسفرت عن حرق خمس عشرة ثقنة للتنظيم من جاة أخرى أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال ثلاثة إرهابيين في مدينة الموصل بمحافظة نينوى بتهمة انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابية مضيفة أنه تم إحالتهم للقضاء لاستكمال التحقيقات أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أن بلاده في حالة تأهب قصوى على الحدود البرية والبحرية للتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد أمنها وفي تصريحات له قال الزبيدي أنه تم وضع خطط لدعم الترتيبات العسكرية والأمنية على الحدود إضافة إلى قطة أخرى جاهزة لاحتمال استقبال أعداد من الليبيين الفارين من الوضع في بلادهم في حال تطورت الأوضاع لقي 14 شخصا على الأقل مسرعهم وأصيب 15 آخرون في انفغار قنبلة بسوق الخضروات في مدينة كويتسا جنوب غربي باكستان وقال مسؤولون بشرطة الباكستانية أن جميع الضحايا انتمون إلى اثنية الهزارة الذين تعرضوا لاستهداف في أوقات سابقة هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن ختم بأخبار الرياضة حيث يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في الثمنة مساء اليوم بمنطقة الأهرامات قرعة بطولة أمم إفريقي 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل وتضم البطولة للمرة الأولى منذ انطلاقها 24 منتخبا يتم تقسيمها إلى ست مجموعات يأتي المنتخب المصري في التصنيف الأول برفقة منتخبات الكاميرون ونيجيريا والسنغال وتونس والمغرب ختم الموجة السلامة ومن الله عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى